تعتقد أنه نحن صار الممثل عنا مطلوب منه يكون عنده شكل معين لحتى ياخد أدوار معينة إذا ما توفر عنده هاد الشكل فهو رح يضل بعيد عن هاي الأدوار مو معك المنتجين مو معك الشركات هاد نموذج هاي الشركة في مخرجين ما بهمهم طيب 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 مثل فادي سليم يعني دور رئيسي بيعمل نا بس هلأ مثلا هل فيك تقول لي مثلا ممكن يعني نحن عم نشوف صار فيه قوالب بتحس أنه لازم دايما البطل والبطلة حتى من زمان يعني يعني من زمان لازم البطل والبطلة يكونوا مرسومين حلوين أشكالهم هيكي بتحس حالك بعيد عن هذا القالب ولا الفكرة كلة على بعضها ما بتجيك منك معني فيها ما هني معني فيها معني بدور بحسوا هيك بيشبه الناس اللي بيطلع على الشارع بيشوفهم فبحس إنه بيشبههم وكتير بنبسط لما يقولوا لي إنه الدور اللي هلأ مساوي مصطفى إن شاء الله يكونوا حابينه يعني أنا بأكد لك إنه حابينه كتير إن شاء الله يا رب وأنا بأكد لك إنه فيه كم كبير من الناس عم بتتابعك وإجانا كتير مساجات من المبارح لليوم عم بيحيوك طيب إذا رجعنا لنفس الفكرة وقلت لك مثلا في أسماء بيتفق كل المخرجين والمنتجين والجمهور والصحفين على حرفيته وإبداعه وأداءه كعبد المنعم عميري كمحمد حداقي كأسماء كتير ولكن هن على صعيد الشكل ما بتنطبق عليهم الشروط المطلوبة إنتاجيا هل بتشوف حالك تنتمي لهذه الفئة؟ كتير وبحبهم من فترة عدت أنا ومحمد قلت له محمد ليش هيك عم يصير معنا؟ من فترة طويلة هيك كنت عن جد يائس قال لي نحن ناس أو نحن نموزج وعدللي الأسماء اللي عديتها وأسماء كتير قال لي نحن نموزج من الناس اللي بس بيوقف معنا وبيعيننا بس هو يتراكم قديما ركمت أدوار وقديما ركمت وغصبا عن الناس قناعتهم بحالك طب سؤال شو بدك بالفورمات اللي بتكون العلاقة بالهاي؟ أنت بتحب حالك؟ كتير عرب يعني وبتحس راضي عن شكلك بتحس عليك حليوة؟ كتير معناته هذا كله ما بيعنيك؟ أبدا أبدا يعني لست معني بمعايير السوق أبدا أبدا معني بالشخصية معني بالدور معني بأنت كيف عم تشوف حالك هيدا هو أنف عيون صحي صغار بس حلوين ويعني وش ما شاء الله ليك؟ ليك بس أنت بتسمع مصطفى بتعرفش بيقولوا عن عيونهم صغار بيقولوا عنهم خبيسين خبيسين لا والله أنا مهي لا والله بيوعانه خبيسين شوي يعني شوي باس المحرز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر